طيب حضرتك بعد ذلك تفضلت الشيخة العاجة أسألك على سؤال أنا دلوقتي اتبالأت شديد جداً معليش يا أستاذ أسماء ممكن تعلي صوتك شوية بقول حضرتك أنا اتبالأت شديد جداً طيب ربنا سبحانه وتعالى يتلطف ذيكي يعني إحنا عندنا طيب إيه إنت عايزة تتسانيني عن هذا البلاء كل ما يحصل مشكلة بيجوا بينهم يتكلموا عليه كلام موحش أمي ممكن بس تعلي صوتك يا أستاذ أسماء كل ما يعني أنا حماية وحماتي كل ما يحصل مشكلة بينهم بيكلموا عليها كلام موحش جداً حماكي وحماتك أو يكلموا عليها كلام موحش جداً هم كانوا موفين على الجوازة ولا الكلام ده وصل حتى في الشارع وكده وماس بهم تقالوني يعني تقالوني وكده بقى كل واحد بيبسيلي بصها مش كويسة أستاذ أسماء أنا عايز بس أسأل سؤالين سؤال الأولاني أنت كم سنة جواز أنا عندي 29 سنة لا أنت بقالك كم سنة متجوزة سبع سنين سبع سنين وهم كانوا موفين على الجوازة ده نفس السؤال أهو كانوا موفين على الجوازة الأمر الثاني هل حضرتك عندك حساسية لا لا ما فيش حاجة إلى أي حاجة بس هو معرفش وهم أصل عمرهم هيلأ وحدة زي أنا ببصة أصلي فكرة أستاذ أسماء معلش أصل فكرة أن هم تكلموا عليك لدرجة أنت وماشي في الشارع الناس يبصوا عليك هتبقى صعبة شوي أيوة وأنا يعني أنا قلت لجوزي وجوزي على فكرة حتى المشاكل مازلوا موفين أهله قلت أنت شوفت عليها حاجة في يوم من الأيام قال لي لو كنت شوفت عليك حاجة ما كنتش خليتك على جمتك طيب حاليا بتسأليني أني تعملي إيه أنا أنا تعدت أنا تعدت من الكلام ده وكل مرة الكلام يتعاد كل مرة الكلام يتعاد أنت أمرت في حياتك ما شوفش مني حاجة ولا أنت ولا هي طيب أسألك سؤال اللي غاصل لجوزي يعني حصل مشاكل كي برقوا مع ممتو والكلام ده قال لها اللي ما تبدوش على بنتك ما تبدوش على حد يتقي ربنا لحت هزاق الجوزي هزاق الجوزي يعني يا إياه ما عايزش كلام عندهم عايدي ولا إيه مش عارسة أنا مش عايزة أقول لأهل الموضوع يوسع والموضوع عايحصل في خراب فأنا مش عارسة أعمل معهم إيه أنا دلوقتي أنا بقى دي فترة ما بقيتش أتلمهم فأتلم بالسيدين جوزي الحالي بقى دلوقتي يبقى إيه بقى كل ما في كلام تقول له أنت ماشي ورا كلام مراتك ماشي ورا كلام مراتك يعني هو عزان نشاف الحق ويعني قال كلمة حق بقى ماشي كلام ورا كلاني أنا نفسي بس يتقرب بنا يتقرب بنا في نفس الناس هسألك سؤالي عستاذة أسماع هلو ما تكلموا في عدك يعني؟ آه آه تكلموا أني أنا بكلم ناس أنتوا عمركم ما شفتوا مني حاجة أمركم ما شفتوا مني حاجة خالي في يوم الأيام أنا أنا وحدة واضحة أنا وحدة صريحة معقول يعني إيه أنا عمرك حياتي ما عملتي تلفوني بصوري عمرك حياتي ما عملت هذا غلط من يساعد ما تدوشت جدا بتأترب بنا في عيالي وفبوزي خليني أجاوبك خليني أجاوبك أستاذ أسماء خليني أجاوبك أول حاجة أستاذ أسماء أن هم هذا قلتني أن هم كانوا موافقين على الجواز بس أنا برضو عايز أقول لحدك حاجة أن هم يقولوا أن أنت بتكلمي أحد فهو حاجة من اتنين لأن هم كارهينك ويتربصوا بيك وبيحاولوا أن هم يخربوا عليك وأنا سمع صوت أطفال وده طيب وحريصين فيه أن هم يراعوا دوت شوية لو كان ده أنت بتقول أن الكلام ده تقال والناس سمعت الكلام ده وإنت بتقول أن أنت مش عايزة تقول لأهلك أولاً أول حاجة ما تقوليش لأهلك ما تقوليش أهلك ليه؟ لأن كل ما بيزيد أطراف المشكلة كل ما المشكلة بتخرج عن إمكانية الحل يعني المشكلة لما تكون ما بين الرجل ومراته بتتحل أيسر من أن تبقى ما بين الرجل ومراته وأهله فأنا عشان كده بقولك ما تقوليش لأهلك فدي أول حاجة أول حاجة ليه؟ لأن ده من الأسرار البيوت طب وهم اللي قالوا عليك الكلام ده أول حاجة أنا عايزك تيقاسي أنك ترجعي الكلام ده لبقهم مرة تاني وتفتري دي حاجة مهمة جداً جداً أن كلامهم ده مش هو اللي يرسم شخصيتك ومش اللي هو اللي يرسم سورتك عند الناس أنت عندك ربنا فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين فأنت لازم تعتقدي أني محدش هيقدر يمسك بسوء لأن الله سبحانه وتعالى لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك طب بتقولي أنا إزاي أعمل إيه؟ إزاي أريح قلبي بأن أنا أرد كرمتي وأرد اللي أنا فيه أوعي تحاولي تنتقمي ويبقى انتقامك أن أنت تقطعه صلتك به بأهله إزاي ما أهله كان عايزين يقطعه صلتهم به دايماً بقول للناس حاجة مهمة قوي أكتر حاجة تعاقب بيها الإنسان اللي أزاك أن أنت تعيش حياتك باتزان لأنه أزاك عشان حياتك تضطرب فأنت تعيش مع زوجك باتزان لا تدخلي زوجك في معركة مراتي ولا أهلي طب واللي قالوا علي أنت عندك رب يحميك واللي قالوا عليك هم اللي يفكروا يعملوا فيه إيه؟ لأن دي زنوبهم هم فاللي قالوا عليك دي زنوبهم هم أنت عايزة هتيك تقول لي دلوقتي يعني هم يتكفوا بين الأم والأب بنتهم ليه تدي على بنتهم؟ فدوات مش صح وفدعاكي على بنتهم ربنا مش هيستجيب له ليه؟ لأنه دعاء ظالم فأنا عايزك تتزن تهدي بالك إيه اللي حاصل؟ لما هتنفعلي إيه اللي حاصل؟ المسائل ده الدوائر عتزيد وتبقى أنت اللي بتصنعي يصمع سيئة نفسك هم قالوا الكلام ده وانتهى أنت عليك أن أنت تعيشي بحالة متزنة مع زوجك هو اللي ده عاديه من العلاقة بينك وبينه يعني إيه متزنة؟ ما تدخليش في علاقته بأبوه وأمه الأمر التاني أن أنت تعيشي حياتك وترجعي حياتك ترجعي إيه أنت محتاجة أن أنت تحتاطفي وترجعي حياتك إيه اللي أنت محتاجة تغيري في حياتك واستمري مع الله ودايما على طول اقرأي سبع مرات الفاتحة هتجد كده قلبك اطمأن وحياتك كأنها دخلت في غلالة من النور ومن الحماية وكل الحكاية هتزول من قلبك إن شاء الله لكن اوعي تفسد علاقته بأهله ووعي كمان تعتبر أنه قالوا ده نهاية الحياة ووعي تعتبر أنه هم اللي بتحكموا في حياتك